اشتركوا في القناة حول الإسلام بشكل عام ولا سيما الأفكار المغلوطة التي تثار حول الإسلام من هنا ومن هناك سواء من جماعات متطرفة أو غير ذلك فيقوم المرصد برصد هذه المقالات والتحليلات والأخبار وكل هذه الأشياء يقوم بتحليلها ثم رصدها أولاً بعد رصدها يقوم بتحليلها ثم تعرض على اللجاء المختصة لتجهيز ودور شرعية تترجم إلى لغات مختلفة ثم تنشر على الشبكة المعلومات الدولية من خلال موقع الأزهر الشريف ويفتيه طبعاً بطبيعة الحال موقع للمرصد على بوابة الأزهر الشريف خاص بالمرصد ينشر عليه كل ما يخص هذه الأمور